لن يجر أي رئيس أمريكي قادم بالتراجع عن قضية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو يعيد نقل السفارة الأمريكية إلى حيث كانت في تلابيب عصر الفلسطينيون الرؤساء الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكانت السياسات المطلقة من السياسة الخارجية الأمريكية لا تختلف كثيرا بالقدر الذي اختلف فيه المنهج والأسلوب المتبع ما بين إدارة وأخرى فلذلك لا تقسم أراء الشارع في أن متابعة صباق الرئاسة الأمريكية أمر هام لكن نتائجها وجهان العملة واحدة حاليا بأنتظر وأنا بكون حتى المصاحة وأخر حاليا لأن براهنوا على بايدن شو بدي أسئل بايدن؟ إن شاء الله بيأتي بايدن بني أسئل بايدن شو بيأتي بايدن؟ يعني إحنا كشعب فلسطيني ما بتغير إيش علينا لأنه كله بيشتغل مع الاحتلال ما بعتقدش أنه راح يكون هناك تغير جوهري لأن السياسة الأمريكية هي موجودة ولكن بتوقع أن ندخل في ملف جديد بالمراهنة على مفاوضات فاشلة للأسف الشديد وقد يكون كل شيء مؤجل فلسطينيا إلى حين انتظار فوز جو بايدن المرشح لرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي وعكس ذلك فوز ترامب في ولاية ثانية سيكون وبالا على القيادة الفلسطينية التي تراقب بشكل حذيث ما ستفرزه الانتخابات الأمريكية هذه أول مرة يكون موضوع الانتخابات الأمريكية مهم ومقلق بالنسبة للفلسطينيين إدارة بايدن سيكون لها توجه آخر فيما يتعلق في الموضوع الإيراني قياسا على الإدارة السابقة أوباما وأيضا فيما يتعلق في المساعدات الاقتصادية ربما أن الحصار الاقتصادي الأمريكي الحالي على الشعب الفلسطيني ربما أنه يتغير في عهد الإدارة القادمة وشكلت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فوزه عام 2016 اختلافا كليا في السياسة الخارجية الأمريكية حيال الفلسطينيين بحيث أظهرت الانحياز المطلق لإسرائيل بدأت بالانسحاب من منظمة اليونسكو لإقرارها بعض المناطق الأثرية بأنها مواقع فلسطينية تلها وقف المساعدات المقدمة لوكالة غوتي وتشغيل اللاجئين الأنروا ثم الاعتراف بشرعية المستوطنات وبحق إسرائيل في هضبة الجولان وإغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل وترحي صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا اعتماد المستوى السياسي الفلسطيني دولماسية الرفض وسياسة الانتظار لتغيير ما في سياسة واشنطن يدفع الشارع الفلسطيني ليذكر قادته أن أي تغيير يمكن أن تفرزه الانتخابات الأمريكية القادمة لن يعيد عقارب الفعل الأمريكي للوراء فيما يتعلق بالقدس ونقل السفارة بل سيبقى الوضع على ما هو عليه في أحسن الأحوال ضيح شيال غد رام الله موسيقى